المظاهرات التي كانت في العراق ترى أن الشعب العراقي اليوم وهو طبعا في أرض غنية سواء في بترولها سواء في مائها في كل ما لديها تجد أن اليوم كل العراق ينطفد في آخر مظاهرات في بغداد وترى الهتافات بأن بغداد حرة حرة إيران بره بره هذه على ماذا تدل وهم من الشيعة على فكرة لكن ليس من الشيعة المستفدين هم من الشيعة من المواطنين العراقيين الشرفاء الذين نعتز بهم ونقدر لكن هم رأوا بأن أسوأ ما يكون على العراق هذه الطغمة الحاكمة والمشروع السياسي الذي يسانده الولي الفقير كل من في السلطة اليوم تجدهم من الفاسدين لذلك نرى بأن المشروع السياسي المدعوم من إيران سقط وأسقط معه كل الحلفاء من المالك إلى كل من شبهه بذلك